السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي ترابط وطلبات السلام عليكم أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج إن شاء الله النهاردة هنجل مع بعض أول فرع من فرع الميكانيكس اللي هو الستاتيكس طبعاً هنعرفين الميكانيكس مقصومة جزئيين استاتيكس وديناميكس استاتيكس وديناميكس التحان الواحد ومنفاصل تعالوا الأول نشوف كده نتكلم عن الاستاتيكس بداية من أول جزء في المنهج ونحاول نلخص كل الأفكار الممكنة في الحالة تتمعه تعالوا كده نشوف مع بعض أول سؤال أول سؤال السؤال الأول السؤال الأول السؤال الأول لذا حقاً السؤال الأول هناك جزء السؤال الأول المموضوع آخر أول أول المهمة سؤال الأول السؤال الأول المموضوع مع الانجل انا فريكشن، ولا مع النورمال ريكشن؟ طب بس كده معي هتلاقي ان الرول بتاعتنا بتقول ان الفريكشن فورس دايمت بتكون كتبأ ميو في ار في حالة الى فيحالة الاخترون، كان الفريكشن فورس تبأ ميو ار فمعنى كده ان الميو ده اللي هو من سميه كوفيشن تفريكشن والار ده هو ايه بالظبط النورمال ريكشن فورس فتبقى الإجابة اف سمولة ده ميو ار يعني product of static friction coefficient friction والنورمال ريكشن فورس تعال نشوف سؤال تاني كده برضو سؤال نظري بيقول لي ايه هو الانجل فريكشن هل هو the inclined angle between the resultant reaction and the normal reaction force in case of friction is limiting ولا هل هو the ratio between the static coefficient of friction and the kinetic coefficient of friction استاب عادة جدا طبعا دي ولا هو the inclined angle between the resultant reaction and the limiting friction force ولا هو the ratio between the normal reaction and the limiting friction force طب ما تيكو نشوف كده راسل ما بتفكرك بالموضوع اه ده انا عندي هنا البادي محدودة على rough plane وعندي reaction قدامك اهو وعندي resultant reaction كمان وعندي friction force layer fs limiting friction طبعا طبعا واضح ان اللامضة موجودة between r والr dash الر ده اللي هو normal reaction والr dash ده اللي هو resultant reaction كلام سليم ده معناه in the included angle between the resultant reaction and the normal reaction in case of the friction is limiting تعالوا نشوف سؤال دي السؤال اللي بعد هو number 3 بيقولي if the static friction coefficient between a mass of magnitude 40 kg and the ground يعني مديني static friction نفسها ال body نفسه مدهولي ال weight بتاعه 40 kg وطالب مني ومديني كمان static friction coefficient يعني مديني ميو اللي هي 0.45 وطالب مني المغنيتودة of the horizontal force which acts the mass of the body to make it about to move والشويسة 36 ولا 40 ولا 12 ولا 18 دي مسألة محتاجة تتحل نرسم رسمة الرسمة قدامك هاي النورمال reaction فوق والweight تحت 40 الفورس اللي هي intends to move the body اسمها p وفي ال other side اكيد الفريكشن فورس اللي هي mi r خد بالك ان الفريكشن فورس دايماً بتكون في ال opposite direction of the motion مش في ال opposite direction of the force مشان دي تكون مستيك تمام طب مشاناً عندي up equal down وright equal left في حالة الإكليبريم تمام يعني r equal 40 ها بس بكتب لك الاول عندك ال w الweight ب40 وعندك ال mu ب0.45 طيب ال r هي وال40 في الرسمة اهي فال r equal 40 دي معلومة معلومة تانية ال p equal اللي هي right equal left mu r طيب ما كده عندك ال mu عندك ب0.45 وال r عندك ب40 فتبقى ال p equal 0.45 times 40 تبقى equal 18 كيلو جرام weight تعال نشوف السؤال question number four طبعاً حنا ندينها برضو 10 رمال تبتشوز في انتحان if a body of weight 10 newton is placed on a rough horizontal plane ال weight مدولي ب6 newton وبيقول لي and the static friction force was four معلوماتها عندك على جنب رتب افكارك ال r ال w عندي ال weight ب6 وعندي ال friction force نفسها وعندي ال friction force نفسها اللي هي mu r before طبعاً كده عندي ال w وعندي mu r طبعاً نيجي نطبق الرول اللي هي up equal down right equal left up equal down يعني r equal 6 right equal left يعني p equal mu r تفصل اللي فات بس المرة دي الميو ار جيفن يعني p equal 6 p equal 4 يعني mu r before طبعاً الر ب6 معنى كده ان ميو times 6 is 4 طبعاً لو ودي ال 6 ناحية تانية بالdivide فيطلع عن mu equal 4 over 6 يعني mu equal 2 over 3 طيب question number 5 multiple choice سؤال مهمة بيقولين the opposite figure the body is about to move downward فيش فورسة قدامك في الرسمة بيش فورسة قدامك في الرسمة يعني معنى كده ان البلين ده سموث والbody is about to slide under the action of its own weight يعني وزنه الواحد وهو اللي بخليه about to move about to move about to move البلين سوري is rough مش smooth فتقول لي the body is about to move under its own weight لان البلين ده كان سموث كان البلين ده هيبقى moving already طيب طالب مني ايه طالب مني the angle of friction the angle of friction طبعاً من حاجات اللي أنا مش بيحتاج أرسامها في الرسمة لكن بجابها عن طريق ايه هقول لك درقاتي مديني choices الانجلز اللي عندك كل choices هل هي 3687 ولا 4141 ولا 4859 ولا 5313 الرسمة هرسمتها تاني بس اسمت الانجل ثيتا طبعاً أنا مديني height ب6 ومديني base تحت ب8 طبعاً انت عارف ان الانجل of friction اسمها lambda والانجل of inclination اسمها ثيتا وفي معلومة مهمة جداً فاكت بتقول لك ان البادي لو ما يكون about to move under its own weight about to slide under its own weight downward the plane طبعاً بيكون الميو add the theta الانجل of friction add the angle of inclination طبعاً if the body about to move under its own weight then 10 lambda هتكون equal 10 theta يبقى lambda add the theta التميو صاري lambda add the theta طبعاً ما هي اللمضة الثيتا عندي هي مش عندي بس عندي التان بتاعها 10 theta equal 6 over 8 يبقى 10 lambda كمان ب6 over 8 تمام يبقى lambda equal shift 10 6 over 8 اللي هي equal 36.87 degrees دي هي الانجل of friction question number 6 بيقول اه دخلنا في جزء تاني من المنهج اللي هو المومنت if the force f equal 2i minus 3j الفورس دي اكتنج على بوينت then the moment of the force f about this point b اللي هي negative volume 4 equal كان طبعاً يا جماعة تشوي ستزمكة هي طبعاً انت عارف ان فيه رول بتقولك ان المومنت about a point equal r cross f cross product اللي هو vector product طب ال f عندي ال r اجيبها منين ال r هي عبارة عن ال vector اللي جاي من coming from the point of the center of the moment اللي هي ال b رايح لpoint on the force اللي هي 1 و negative 2 on the line of action of the force يعني انا عشان اجيب المومنت محتاج اجيب ال b a الاول ال b a cross the f خطي بالك ان انا مركز لك على المومنت اباعدة b فتبدأ بحرف ال b يعني المومنت اباعدة b equal b a cross the f طب ال b اجيبها الاول اه ال f عندي 2 negative 3 طب ال b a هي عبارة عن زي ما انت عارف a minus b vector a minus b ايه عندك 1 و negative 2 minus b اللي هي negative 1 و 4 اعمل ماينس عادي جدا تطلع 2 و negative 6 كده بقى عندنا ال r اللي هي ال b a وعندنا ال f اللي هي 2 negative 3 المومنت اباعدة b equal 2 negative 6 اللي هي ال b a cross the f اللي هي 2 negative 3 بنعمله ازاي كما عد فاكر كنا بنعمل ملتبلاينج لل extremes minus المينز ال extremes اللي هما 2 و 3 2 negative 3 times bar 2 negative 6 minus المينز اللي هما 2 2 time negative 6 negative 12 فهتطلع الانصر عندك equal negative 6 minus negative 12 يعني equal 6 وما تنساش الكي الكي ده الكي ده الكي ده عبارة عن direction بتاع vector في المومنت يكون دايما perpendicular على الفورس ال two vectors اللي هما طب تعال نشوف يا جماعة exercise 7 quassal number 7 بيقول اه مومنت برضو بس three dimensions بيقول لي ده force F equal I minus 2 J minus 3 K يعني 1 و negative 2 negative 3 وهي acting at the point A اللي هي 2 1 و 3 ده point of action اللي موجودة او البوينت اللي موجودة على الفورس هو عايز moment of the force about the origin about the origin دي تبقى اسهل بكتير لان about the origin معناها ان انا vector نفسه هيبقى هو نفسه A لان O A equal A بيديني choices بتاعتي هدأ الاول يبدأ بحرف O يبقى O A cross F تمام O A minus O يعني O أساسا ب origin 0000 فمش تفري معاها ف A cross F و F 1 2 3 2 1 3 3 اه اه احنا كنا بنعمل مفيش بقى مينز و اكستريمز هنا ده 3 dimensions كان بيتعامل بحاجة اسمها determinants بروب عليك الترمنان اللي هو I J كي خدناها في الصولد ورجعنا عليها تعال بقى نشوف افكرك تاني بنحط اول vector اللي هو 2 1 3 اللي هو R وبعد كده بنحط vector اللي هو 1 و negative 2 negative 3 اللي هو force وبعد كده بنشيل I من رعي طبعا ال Determine Sign Rule اللي هي positive negative positive negative negative وهكذا طيب هنشيل I row column وال square الباقي ده بنعمله multiplying cross 1 negative 3 minus 3 negative 2 يطلع 3 بقى كده نشيل J row column 2 times negative 3 negative 6 minus 3 negative 9 بس J بتكون negative اصلا تخد بالك اتبقى positive 9 انا قلتلك راعي Sign Rule كده نشيل كده 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 2 times negative 2 minus 1 times 1 تبقى negative 5 فالفين الانسر is 3 i plus 9 j minus 5 k تعال نشوف exercise number 8 exercise number 8 بيقولي ده سؤال على moment بس scalar moment بيقولي the opposite figure the norm of the sum of the moment of the forces about point C عايز نجيب المoment بتاع الفورس الاثنين عندي اتنين فورس عندي 100 وعندي فورس تانية بس الفورس التانية inclined 80 root 2 بانج 45 45 الفورس اللي هي 8 root 2 عامل angle 45 مع A B طب انا عايز اجيب moment about C وانا متفي معاك قبل كده ان المoment عبارة عن force في perpendicular distance طب 100 ما فاش مشكلة عامل perpendicular distance مع C اللي هي 20 اما 80 root 2 طيب ادي الاختراف بتاعتي هعيد رسمة رسمة ثاني بس همسك 8 root 2 2 2 component 8 root 2 2 رسمة 2 2 2 2 2 3 2 4 5 6 4 4 45 وبعد كده بده ما اعملت resolution بشيل طب خطي ملك من ان فيه force اللي هي component اللي هو 80 روت 2 كوزين 45 هوا كمان بيعدي بال c فانا قلتها بكده لو الكمبوننت بيعدي بالpoint اللي هي بيبقى عندي 2 forces الفرص الأصلية والفرص اللي هي 80√2sin45 اللي هي جاية من الريزولوشن كميل تعال نجيب موقت بقى وراعي معايا الديريكشن كلوك وايز ولا أنتي كلوك وايز كلوك وايز بيكون نيجاتيف والأنتي كلوك وايز بيكون بوزييف تمام طيب بالنسبة للهندرد الهندرد بتلافي بالبوزييف بوزييف هندرد في البربنديكرا الديسنس بينها وبين السيل اللي هي 20 بالنسبة لل80√2sin45 هتبقى نيجاتيف يبقى نيجاتيف 80√2sin45 البربنديكرا الديسنس بينها 25 احسب كده معايا هتطلع الانسر هيكوال 0 كلام سريع المومنت بزيرو المومنت بزيرو في الاكزامبي ده معناه ان الرد الابي ده مش هحصل له روتيشن تماما هيموف بس تعال كده ندخل على اكسرسيز نمبر 9 ونشوف على أني جزء من المال كوستشن نمبر 9 بيقول تمام ضرد لسة احنا موجودين في المومنت نمبر 9 بيقول نمبر 9 بيقول كم نمبر 9 بيقول الفورس ميلة ميلة على عاملة الهيبوتونس بتاع الانجل ترانجل 6 و8 وانا عاوز اجيب لين سوبربنديكرا طبعا عندي حلين معامل ريزولوشن للفورس بس انا ما عنديش انجل صحيحة اعرف كيف الانجل من السين وكوزاين بتاعها عن طريق ال 6 و8 لكن الاسهال لي ان انا جيب اللين سوبربنديكرا وعندي طريقة انا اخذتها بكده في أول سنوي حاجة اسمها اكليديان فيرام بتجيب اللين سوبربنديكرا coming from the vertex of the right angle on the base طبعا ادي الرسمة هي ادي الرسمة مرة تانية قدامك محتاجين نرسم اللين سوبربنديكرا اهو ال L اللي هو ال L اللي جاي من ال vertex O رايح على ال base AB ال L دا بنجيبه ازاي وانا خدنا قابلي كده محتاجين بس الاول نجيب الهايبوتونس الهايبوتونس قول AB دا بنجيبه ازاي ورات انجل ترانجل يبقى 6 power 2 plus 8 power 2 تحت ال square root equal 10 كده ما جيبت السايد دا بتن انا محتاج التن دا عشان انا بتعامل مع المسألة عن طريق ال Ecclidian Theorem بحتاج اجيب ال L اه ادي ال Ecclidian Theorem بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان اللين سوبر دا line segment coming from the vertex of the right angle to the base تمام؟ بتكون equal product of ال 2 sides of the right angle على الهايبوتونس فتبقى ال BD equal BA times BC على AC يعني ال L اللي هنا في الاكزامبل قدامك دا هيكون equal 6 times 8 على divided by 10 كلام سريم يبقى ال L اللي هو اللين سوبربنديكرا اللي انا بحتاجه equal 4.8 كمان عندي كده 4.8 ومحتاج اجيب ايه كمان؟ محتاج اجيب المومنت المومنت ايقوى للفورس في البربنديكرا ديستنس الفورس اللي هي ايه؟ الفورس اللي هي 5 في البربنديكرا ديستنس اللي هو 4.8 فتطلع ال final answer equal 24 نيوتن سنتيمتر نشوف question number 10 هيتكلم عن ايه؟ question number 10 اه السؤال مش multiple choice السؤال اه طبعا انا انا باشوف الرسمة اللي قدامي دي باختكر solid geometri على طول الرسمة دي مديني كيبويد وفيه فورس بتاكت في الدياجنال بتاعه اللي هو AB ما نعرى السؤال طيب ونشوف الاول بقول لي force of magnitude 130 نيوتن بيديك المجنيتود داتة فورس مش بيديك الفورس نفسها اذا فيكتور acting along the diagonal AB find the moment of the force about the point D فيش اي معلومة خلص غير المعلومات اللي موجودة على الرسمة المعلومات اللي موجودة على الرسمة طبعا واضح قدامي ان ال 4 هو ال direction x axis يعني ال x 4 وال y هي 12 وال z هي 3 انا ببقى محتاج جدا ال x وال y وال z دولت زي ما كنت بعمل في السوريد بحتاجهم ليه؟ بحتاجهم عشان اجيب منهم points يعني احتاج points في مسألة طبعا كتبتم على جانب ال x ب 4 وال y ب 12 وال z ب 3 طيب تانية حاجة بحدد اهم points عندي في المسألة اهم points عندي هي ال points اللي بتاكت فيها الفورس الفورس بتاكت في اتنين points ال A وال B انا عايز ال 2 عايز ال A و عايز ال B طب الايه بكامة شباب الايه موجودة على z اكسس ولما كنت موجودة على z اكسس بيبقاش لها كمبوننت غير في z بس يعني هي 0 و 0 وال z اللي عندك اللي هي 3 طب و ال B موجودة فين؟ ال B موجودة في ال x y plane يعني مالهاشة لل x و y بس يعني z كمبوننت بتاعها ب 0 يعني هي 4 و 12 و 0 طب هو عايز مومنت تباوت ايه؟ عايز مومنت تباوت D يبقى انا محتاج اجيب كمان ال point D ال point D موجودة على y اكسس يعني ليها كمبوننت في ال y بس يعني 0 و 12 و 0 كلام سريم محتاج ايه تاني؟ محتاج النورم بتاع الفورس نورم الفورس مومنتهولي ب 130 بس انا محتاج الفورس as a vector وانا عندي معلومة مهمة جدا اخدتها في الصولد جيومتري بتقول ان الفورس as a vector equal الفورس as a magnitude times unit vector in direction of this force يبقى انا محتاج unit vector كمان اجيبه منين؟ ال direction بتاع الفورس هو اسمه AB وانا عشان اجيب unit vector بيبقى AB على نورم AB اذا انا اخدنا في الصولد يبقى انا محتاج ال AB ال AB عندي ال AB عملتهم مهناس بعض تلعي ال AB 4 و 12 و negative 3 طيب ال unit vector زي ما قلتلك equal AB على نورم AB ال AB اللي هو 4 و 12 و negative 3 على النورم بتاعه اللي هو square root 4 power 2 plus 12 power 2 plus 3 power 2 equal اه تلعي 13 النورمي فهيطلع 4 over 13 12 over 13 negative 3 over 13 كده انا جدت ال unit vector لسه يقول لك الفورس as a vector هي عبارة عن النورم في ال unit vector يبقى الفورس لابارة عن النورم هي في ال unit vector النورم عندك 13 و 130 و ال unit vector 4 over 13 12 over 13 و negative 3 over 13 تمام؟ نعمل times فهيطلع عن النورم الفورس as a vector equal 40 و 120 و negative 30 كميل هو عايز moment تباوت D moment تباوت D يعني D رايحة النقطة على الفورس cross F الد رايحة النقطة على الفورس قولي كده حضرتك ايه هي النقطة على الفورس ما فيه 2 points اخد النهي يا مستر A ماشي B تنفع برضه خد لانت عيزة فانا هاخد الايه فاقول ان المومنت تباوت D equal D A لو اخدت في بي هتقول DB cross F هيدي نفس الحل هيدي نفس الحل طيب انا قلت D A cross F D A طبعا عملنا determine طبعا ال D A طبعا هجبها على جنب الاول D A اللي هي A-D اللي هو 0 و 0 و 3 معنص 0 و 12 و 0 هتطلع 0 و negative 12 و 3 طيب D A cross F ال D انا نقلها في determine وال F كمان Rho 3 وهنعمل expansion هيطلع الفورس في الاخر equal moment as if equal 120 J و 480 K يعني مفيش X يعني تطلع في الاخر 0 120 480 طبعا ده كده المومنت as a vector لو عايز المومنت as magnitude اعمل square root 120 power 2 plus 480 power 2 ده كان اجزامل مهم جدا بيعرفني ازاي اجيب عن طريق رسمة اجيب المومنت about point will force given as a magnitude مش given as a vector لازم احاول الفكتر الاول وبعد كده اعمل cross product بتاعي تعالوا نشوف question number 11 question number 11 a body of 150 gram weight is placed on a rough plane اه دي مسألة على ال rough plane يعني مسألة على refraction force inclined كمان البليندا inclined to the horizontal at an angle of measure theta بيقولي the body is attached to a string passing over a smooth pulley يعني ال string ده بيعدي على smooth pulley at the top of the plane بس موجود برضو flesthetics as examples عليها بصيب يا جماعة بيقولي if the least weight that can be hanged هو قال لي the least weight that can be hanged at the other end يعني of the string is twenty five root two ما قالش to move up ولا دون ولا اي حال قال لي the least كمين مش هانا اتعامل والمكسمم weight that can be hanged is one hundred twenty five root two برضو ما قالش ما انا كده مش هعرف هي عن ال direction لا هعرف طبعا هولك ليه هو قال لي without disturbing equilibrium without disturbing equilibrium يعني يفضل البادي في حالة equilibrium ما بيطلعش ولا بينزي بس about to move find theta and the static coefficient of friction عايز ال angle of inclination وعاوز الميو كمان طيب يعني إيه least force ليست force يعني البادي دوت أنا حطه على incline plane وعاوز البادي ده يموف هو كده كده بيموف الوحده على البلين بس أنا بشده بفورس بخليه not moving أو about to move يعني يدوبك على وشك انه يتحرك يعني فعشان خليه about to move بشده بفورس لو الفورس دي كانت قليلة مش هتبقى قادرة انها تطلعه فوها هتبقى هتبقى وليلة يعني ايه يعني minimum يعني least force لو الفورس دي كبيرة يعني هتخليه about to move up تمام مش هتخليه about to move down بس هتخليه about to move up يبقى لازم اخد بالي من كلمة least force ومن كلمة greatest force كلمة minimum force ومن كلمة maximum force المنمم فورس في الانكليم بلين بتخلي البادي دايما about to move down لانها minimum مش كافية انها تطلعه فوق و الماكسيمم فورس أو الجريتس فورس بتخلي البادي about to move up يبقى انا كده فهمت من الكلمتين دولت تعالوا نكمل المسألة طيب قال لي 150 جرام ويت is placed وقلنا السؤال ما سألنا الرسمة الاول هذه البادي تعيي على انكلين بلين البادي دواد فيه كمان فيه بولي محدودة على الاند top of the plane وفيه سترينج باصيز على المربوط في البادي وبيعدي على البولي وكمان متعلق منه النحلة التانية another body هنجد اللي هو قدامك اللي بلون احمر نحط معلوماتنا هذه weight 25 2 ده في الحال الاولية وهذه الويت الثاني اللي هو الويت الاصلي اللي موجودة على البلين طبعا هنا فيه reaction والكمبوننت نحن عارفين وحافظين 150 cos theta طيب وهنا الناحة تانية 150 sin theta طب ميوار فين؟ لما معرف الويت الويت الليست يعني بادي السهم اللي هيفضل معاك يعني ان هو بادي السهم خلاص بادي السهم يبقى على طول ميوار لفوق كمان التانشن موجود في ناحيتين قبل البولي وبعد البولي قادي التانشن موجود هنا وموجود هنا كده انا رسلت رسمتي تمام مطلوب مني بقى ابدأ اعمل عندي كم اكواجن عندي horizontal equation و vertical equation اول equation بجيبها مهمة جدا vertical R R equal 150 cos theta تمام R equal 150 cos theta والhorizontal component بقى horizontal equation T اه دي vertical equation بتاع البادي التاني T equal 25 root 2 جميل كده عندي اتنين معلومتين مهمين جدا والمعلومتين واحدة منهم جاهزة اللي هي T equal 25 root 2 التانية فيها unknowns اللي هي R و theta تعال نمشي الhorizontal بقى بقى بص السهم يقولك down اهو يبدأ تبدأ بdown يبقى عندك 150 sin theta equal mu r plus 25 root 2 اللي هي T جميل ثم تيجي نعمل equation نعود بقى كده عندك تيب 25 root 2 هاي عشان عرضنا ما تبقلوب 25 root 2 و plus mu r equal 150 cos theta الاكوجين دي يا جماعة انا ممكن اشيله r وحط مكانها 150 cos theta وده اللي حصل في اكوجين اللي سامتها النامبر 1 كده عندي اول اكوجين اسمها 20 root 2 plus mu 150 cos theta equal 150 sin theta تمام تعال نكمل الرسمة زي ما هي والإكواجين اللي وصلناها زي ما هي عايزين الرسمة تانية، ليه رسمة تانية؟ ما احنا محتاجين البادي التاني يتعلق اللي هو 125.2 قادي الرسمة التانية بتعلق فيها بادي تاني 125.2 بس البادي ده كبير والويت بتاعه هيخلي البلوك اللي موجودة على الإنكلاين بلين هيخليه مرادة About to move up جلام سليم About to move up يبقى الميو أر هي اللي تنميني موجودة في الأباسي داريكشن تمام؟ يلا نكون الإكواجين عندك التى هتبقى equal 125.2 المرادة وعندك التى equal ميو أر plus 150.2 الright equal left طبما القرع التى عندك ب125.2 تمام؟ هودى الميو أر ناحية التانية هتبقى تى minus ميو أر equal 150.2 سين سيتا هاول عن التى ب25.2 مينس ميو في 150 كوزين سيتا اللي هي الار حطيت الار بقى كان الار اللي هي 150 كوزين سيتا من الإجزامل اللي فات من الرسمة اللي فاتت بص كده الإكواجين نمبر 1 وإكواجين نمبر 2 وشوف هل نقدر نعملهم أدنج؟ اه ليه؟ لان عندك الميو في 150 كوزين سيتا والميو في 150 كوزين سيتا تحت واحدة بصدف واحدة نيجيتف نقدر نعمل أدنج فهنقول by adding 1 و 2 وادي بعلملك على الإكواجين نشوفهم كويس شنا ده خلاص تبقى لك تبقى لك في الليفت هند سايد معمولة بلاس يعني 150 كوزين سيتا والرايت سايد بلاس 150 كوزين سيتا يعني 300 كوزين سيتا جميل طب ما نودي النحلة الثانية 300 فهتبقى 150 كوزين سيتا تطلع كوزين سيتا يعني سيتا ب45 بعد ما بجيب السيتا هو طالب مني حكتين وطالب مني الميو اللي هو الكوزين سيتا فهودي الثيتا دي في مكانها هعمل لها السبستيوشن في نمبر 1 او نمبر 2 فعملت في 1 عطيت الثيتا ب45 فهيطلع علي هنحسب حساباتنا هتطلع في الآخر إن 1 بلس 3 ميو وادي الو نحة التانية تطلع 3 ميو equal 2 يعني ميو equal 2 over 3 ده كان مثل مهم جدا على الفريكشن فورس طب ما تيجوا نشوف مثل اكسرسايز نمبر 11 12 12 بيقول لي AB is a uniform rod of lens 60 سنتيمتر and wait for 100 200 g ويت رد مسألة رد 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 حسب حساباتنا حساباتنا ثم رد 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 قمت بتعليم الهوال المتعلقة بالأداء التمرين كل الكلام ده يجب ترسم طلب مني حاقتين طلب مني المجنسين عن الهوال والرياكشن علي السببورت طلب مني كمان حاجة تانية المجنسين المجنسين التمرين تقريباً يجب أن الهوالي يجب عن الهوالي تترسم لصفتها سؤال سؤال أولا نرسم رسمتنا هرسمها قدامك واحدة واحدة انها اسمها مهمة جدا اول حاجة برسم الرود اللي هو اسمه A-B الرود A-B وعنده كمان بوينت ما C اللي هنحط عندها السببورت كده السببورت عند السي طيب الويت موجود فين؟ طبعا هو كده مش كافي انه الويت كده بيتحرم فهنعلق عنده سترينج عند البيع عشان يبقى في حالة الكوليبين في ويت الويت هو الويت بينزل من ميت بوينت الويت بيقسم الستي نصين 30 و 30 ومان الويت موجود على بعض 20 من الـ A يبقى الويت ستكون 10 زي ما هيقامك في الويت الويت عندك بكامل و الويت عندك بفور همم في ريكشن عند السببورت اكيد برشور يعني بنسميه R فهكده عندي كان فرصة في رسمها عندي 3 فورس عندي الويت وعندي التنشن عند البي وعندي ريكشن عند السببورت عند السي جميل تعالوا بقى نددى نكون الويت A عايز يجيب عندي معلوم مهمة جدا في البرير الفورس بيقول بيبقى sum of forces sum of forces التنشن الويت بل مما تجلبها الويت سوف تستخدم المومنت من حقك تختار المومنت من حقك تختار المومنت yi ب saw fot yeah بس انا هعمل somewhere around this عشان يطلع لل T عضو فهعمل الم الشوكر ب bro الشوكر ب B المطلوب الثاني بيقول لي الدمت على صفر التجربة من A تجعل المطلوب الثاني بيقول لذلك لو ألقمت مvale ألي الجأس بدء أن على صفر ويقبczas ماروزه هذا ج barups ال душي هتكي في حد السيد والاود التي ت League في البطنة الموجود في الصفر يété شرع ببقى زرا فأنت فأقلي لح م leurطلوب الثاسي fourths عند الـ A و سميه W تمام، فيحصل إيه للـ T خلاص، ببقاش لي لازمة الـ String ببقاش خلاص اختفق نشيري الـ tension كده الـ body بقى في حالة equilibrium مرة تانية بس under reaction of 3 forces اللي هما الـ weight اللي أنا مش عارفه اللي أنا أجيبه مع الـ 400 اللي هي الـ weight of the rod نفسه مع الـ reaction of the support اللي هو R طيب moment about C equal 0 هنجيب moment about C تاني خلي بالك ان الـ reaction يتغير او اعتخد الـ reaction بـ 300 زي في النصر في النصر السؤال الاولين وعشان تتجنب هذه المشكلة هت moment about C اللي بيأكت فيها الـ R أساساً فهتبقى عندك الـ 400 بالـ positive عندك الـ W بالـ negative 20 equal 0 وهتحسب الـ equation 200 هو ده الـ weight اللي should be suspended at A to make the system equilibrium من جر تنشن طيب تعالوا نشوف question number 13 question 13 بيقول لي A rod of lens 100 cm and weight W acting at its midpoint is suspended in a horizontal position by means of two vertical strings وحد عند الـ A وحد عند الـ B في بداية الـ rod وفي آخره بيقول لي بقى determine the point on the rod عايز الـ point مش عايز الـ point عايز الـ point اللي تخلي weight 5W suspended such that the magnitude of the tension in one of the two strings equal twice the magnitude of the other string عايز واحد من الـ two tensions يكون double التاني طب انا هعرف منين مين فيهم double التاني بس انا مش تفرق قوي لكن لازم يكون عندك لوجيك في الحال الرسمة دي بتقول لك هترسل انت ردة عادي جدا وعندك الـ A وعندك الـ B وعندك الـ weight وعندك الـ C اردت نقطة مرض لديها معلقة فيها الـ weight هو 5W فعندك Two Strings الـ Strings BE وA и B انا اطبحت 2T عند Habla لأذا انا قمت Somewhere 5W قوي من الـ Strings فزودت تشجURE فيه قريبة من التشجnun فاكيد Increase الـ T المسيطة وطب Platform كده انا اسمت الرسمي تبقى ايه ال 50 و ايه ال 50 منس اكس و ايه ال اكس طب ما هو قال لك انه هو 100 طب ما هندرد يبقى الويت بي اس من رود نصفين 50 و 50 طب انا عارش عارف الديستنس اللي بتوين الا و السي فالقلنون عندي هسمي اكس سمتها اكس فالجزء الباقي اللي هو السي او هيبقى 50 منس اكس وابدأ up equal down ومومنت اباوت اني بوينت ايكوال زيرو مومنت اباوت اني بوينت ايكوال زيرو دي في حالة الاكوليبي up equal down الرساهم قدام اقوى up equal down يعني 2t plus t equal 5w plus w يعني 3t equal 6w يعني t equal 2w كلام سلين ما عنديش طوال الو برضو مش عندي نكمل نجيب مومنت اباوت اي نقطة لكن ايه مومنت اباوت ايه هنشير منها 2t مومنت اباوت اي ايكوال زيرو وما ننساش الان المومنت اباوت ايه عندي كان فورس تلاتة تزيرو الاي طبعا عندها فورس y two t مش هبقى لها quoting التلاتة كلها هما 5 w وtw بالنسبة لل 5 w , بيترتد في التطوال الان تعليف X تبقى 5 w x بس إيبقى ان يبقى 5 w x الastes derek نومًا يترتد بالنجاتيد يبقى بھی 5 w اللي هي 50 يعني 50 على بعضها خلي بقى انا اجيب مومنت باوت ايه التى بقى التى بيتروتات في البوستف داريكشن اللين سوبربينيكنات بتعرض كله اللى هو هندرد اقوال زيرا طب المعلومة دى مش هتجيبلي حاجة انا عندي اتنين قنوزة تى ودابلو اه بس انا لسه من شوية جايب تى ان ترمز ودابلو طب ما تشيل بقى التى وتحطي مكانها اتنين دابلو اهي شلنا تى وحطي مكانها اتنين دابلو فبقت نيجيتف فايف دابلو اكس مينس فايف تي دابلو بلس تي اللي هي تنين دابلو في 200 دابلو إقوال زيرو نبدأ نشير دابلو مع بعض خلاص اللي كورشن بقت في اكس بس بقت نيجاتيب 5 اكس بلس نيجاتيب 50 بلس 200 إقوال زيرو من لنها أجيب ال اكس إقوال 30 سنتيمتر كده ده ده ال اكس اللي كانت مطلوبة اللي هي تخلي one of the tensions in the strings is twice the other تعالوا كده نشوف question number 14 question number 14 سؤال مهمة او بيقول لي uniform rod of weight 40 newton rests in a vertical plane with one of its ends against a vertical wall كمان يعني هو بيسند على vertical plane و vertical wall واللي اتنين رف يبقى عندي اتنين coefficient of friction واحد للوال واحد للground the coefficient of friction between them is half ده بالنسبة ليه بالترتيب يعني حسب الترتيب اللي هو بيقول لك vertical plane والجنس التاني rough wall فالplane الاول half والفريكشن بتاع الجوز التاني هيبقى one over three the rod is inclined to the horizontal by angle 45 find the least horizontal force that will make the lower end of the rod is about to move towards the wall حقيقا ان لو سبت الرد هيبقى مفروض الطبيعة بتاعه انه يكون about to move away from the wall لكن انت بتشدوا بيدك او بتشده بفورس او string او whatever بتخليه about to move towards the wall هو عايز الفورس اللي تخليه about to move towards the wall كما بتجي نرسم الرسمة اول حاجة نرسم جزء الامر و الانهارتقي ground الارض يعني floor و الاتنين رف C هي point of junction اللي هي بتربط الارض بالوول والوول كمان رف تعال بقى نشوف الرد قادي الرد الرد الستارت بتاعه ايه و الاند بتاعه ايه ايه على الارض و البيه على الوول اعمل انجل 45 هنرسم الويت اللي هو 40 نيوتين كلام سليم بيقسم الرد نصين لانه هو قال لك انه يونيفورم رد الويت بكام الويت ب40 حد ذلك هناك اخدام للب فيه راكشن عند البي속 لهي بهراكشن عند البيها و الانه يكونوا الويت متوالي اهي باللون الاحمر ربكم بينا الفورس يسميه F هتخليه بقى مش يموف هتخليه اباود تو موف يبقى فيه فريكشن في الابس داريكشن اهي فريكشن بتاعت الول 1 اوبر 3 بتاعت السوري الجراوند يبقى 1 اوبر 3 R A بقى تكتب R بس R A لان انت عندك هنا R A وبالنسبة لده هي اباود تو موف طبعا التوب بتاع الرد هيكون اباود تو موف بقى يبقى الميو اوار بتاعته بتاعته التحت كده عندي كان فورس عندي سيكس فورس قدامك هما دول الرسمة كلها نبدأ نحن في الجنرال الاكوليبريا بيكون Up equal Down وRight equal Left ومومنت about any point equal 0 ولازم تكون زكي في اختيار الpoint اللي بيجيب عندها المومنت طيب Up equal Down نبدئيا Up عندك R A وعندك كمان Down في 40 وفي 1 over 2 R B يبقى R A equal 40 plus 1 over 2 R B اذا ده اول الاكوائشن Right equal Left عندك Right equal 1 over 3 R A ومومنت about any point equal 0 احنا عندنا نقطتين عندنا A وعندنا B مومنت about A هتكون أسهل يعني الاتنين هتجيبوا نفس الحال بس مومنت about A أنا هتجيب هنا في الحال مومنت about A عشان اتخلص من الرياكشن واتخلص من الفورس فعندي R B تعال نجيب مومنت about A كده اه فكرك ده حاجة مهمة جدا عندك Right angle triangle عندك Right angle triangle ده لما بيكون L أو 2L فالصغير ده لما بيكون L بيكون side opposite الانجل سيتا بيكون اسمه L sine سيتا والادجيسنت بيكون اسمه L طب لو في الترانجل الكبير كله بيبقى ده opposite بيكون 2L sine سيتا وبيكون لتحت 2L cosine سيتا فانا عندي المعلومة دي هستفيد بيها في المسألة تعال كده نشوف أول حاجة هجيب الفورس اللي هي 40 40 بتروتات about A بتروتات postive direction تبقى postive 40 في Lens perpendicular ده واخدة نصف الرد تبقى L بس L cosine نجي للR B R B بتروتات negative بس R B واخدة الرد كله واخدة opposite sine يبقى 2L بس sine 45 فضل لي half R B واخدة الرد كله بس واخدة يبقى 2L cosine 45 خلي بالك هنشيل sine 45 و cosine 45 الحقيقة دي التعارف معلومة قديمة عن sine 45 و cosine 2 فهما equal فده الحل اللي بنشره مع بعض لكن لو 60 و 30 ما تعملش كده طيب شلناه مع بعض فتبقى لي 40 ويشيل L عندك L موجودة في كل ساعة L و L و L فتبقى لي 40 وبقى لي هنا negative to R B وبقى لي هنا R B ان هفتو بR B فيطلع ان ال R B ب40 ان انا جيب ال R B انا حلت جزء كبير جدا من السؤال طيب مش ال R B ب40 وانا عندي معنومة بتقول لي ان ال R A equal اهي فوق اهي 40 plus half R B تمام فيبقى معنى كده ان ال 40 هنعمل لها substitution فتبقى ال R A ب40 plus half ب40 هتطلع ال R A ب60 طب ما تيجي نشوف ال F هنسبستيوت في اللي فوق اللي هي ال right equal left ف1 over 3 هنشيل ال R A وحط ما كانا 60 اللي جابناها هدلوقتي وهنشيل ال R B وحط ما كانا 40 هتبقى ال F equal 1 over 3 60 plus 40 هتبقى ال F equal 60 كلام جميل هنشيل ال R A 50 طبعا النوع التاني من ال General Equilibrium ان يكون عندي هنج انت عارف ان هما نوعين لادر و هنج فهم عزلقواات فالهنج هنا بيقول لي A uniform rod of weight 2 kg weight and 100 cm long 2l rod 100 One of its ends is attached to a hinge fix it at the point on the wall A weight of 2 kg is suspended at the point on the rod 75 cm from the hinge كل الكلام ده محتاجة ترسل ما تيجي نرسل طيب على طول تعانيوه ايدي ال vertical wall ودي ال hinge ده شكل ال hinge ال rod hens اللي يتعلق في ال hinge طبعا الرد ده حر للحركة فالreaction بتاعه مش محدد محتاج ان هو يبقى ثابت فهربطه من ال other side اللي هو السي ده هربط في string وعلقه في point ال point دي موجودة ده ديركلي أبا في ال B على الول C A ده هو ال string اللي مثبت ال rod مخليه في حالة الكوريبيا تمام ال rod ده هنا فيه tension في ال string طيب والانجل اللي ميل بيها وقال لي في السؤال ان ال rod ان ال string ده عامل أنجل 60 مع rod وقال لي ان ال rod ده كيبتن the horizontal position طيب هنعمل resolution لل T ناحية ال 60 هتبقتي كوزين 60 والناحية التانية هتبقتي صين 60 طيب خلاص التنش هنعملوش لازمة احنا جبنا عملناها خلاص وزلوش طيب ال weight بتو ده فيه ويت تاني متعلق في مكان ال distance 75 سنتيمتر away from the hinge هنا 75 طيب نرد كله كام 100 يبقى مقسوم 100 مقسومة 50 و50 وكمان التوم موجودة على distance 75 فهتبقى فيه 25 كمان و25 ادي رسمة طبعا ما تنساش ان ال hinge عنده 2 reaction ال hinge ده غير محدد لاتجاه ال reaction بتاع غير محدد اتجاه طيب نعمله اتنين component واحد في vertical بالسامية r y وواحد horizontal بالسامية r x كده ده بقى عندي اتنين vertical component لل hinge عندي r x و ry وعندي اتنين tension t sin 60 و t cos 60 وعندي ال weight وعندي ال weight اللي هو كمان مدهولي هو 2 طيب نبدأ نحل اتفقنا ن right equal left و up equal down عندك ال r y ده up وعندك t sin 60 كمان up equal 4 اللي هي الصم بتاع 2 و 2 عندك r x equal r x اللي هي left side هتبقى equal t cos 60 هما دول بس الاتنين components الوحاد طيب r x equal t cos 60 وعندنا moment b equal 0 وهنجي moment b moment b moment b عشان نخلص من الاتنين الانونز اللي هما r x و ry لو جيت moment c كنت تخلص بال t بس وده مش كافي طيب moment about b equal 2 في 50 عملت طبعا moment زي السوائل اللي فات 2 في 50 plus 2 في 75 minus t sin 60 for 100 equal 0 جمعت the equation تلاقي ان 50 root 3 t equal 250 معنى كده ان t equal 5 root 3 over 3 كيلو جرام ويت تمام طيب ما انا مقدرة اعمل substitution عشان اجيب ال r عملت substitution في t cos 60 حطيت مكان t 5 root 3 over 3 فبقى r x equal 5 root 3 over 3 يعني equal 5 root 3 over 6 كيلو جرام ويت لسه لسه محتاج اجيب ال r عندي ال r y هنكمل ادي ال r y و ادي ال r x انا محتاج اجيب ال r y و r y equal 4 minus t sin 60 ثم t عندي هنعوض بيها فتبقى 4 minus 5 root 3 over 3 root 3 over 2 طلعت ال r y ب 1.5 بقى انت كده عندك ال r x و عندك ال r y و عندك ال tension هو ايه المطلوب هو قال لي find the tension in the string and reaction in the tension في ناس كدير بتفتكر من المسألة كده خلصت و طبعا المسألة جبنا كل حاجة معادة بس فاضل ان اجيب ال reaction نفسه اللي هو ال r هل عندي رول مهمة جدا بتقول ان ال reaction equal square root r x or theta bar of 2 plus r y or theta bar of 2 لانه هما البندكلا على بعض ال 2 component تمام هنعوض عن r x وال r y اللي عندي اطلع عن ال reaction equal root 13 over 3 كيلو جرام weight جميل طيب لازم كمان بعد ما اجيب reaction اجيب ال direction ال direction equal ال direction بنسمي 10 alpha و 10 alpha بيكون equal r y over r x r y جبتها قبل كده و r x جبتها هنعملهم divided بعض فيطلع عن shift 10 3 root 3 over 5 يعني alpha equal 64 degree 7 منتس طبعا احنا كده عملنا اكبر جزء من المسائل على الثاتيكس طبعا فاضل لسه القبل فاضل جزء تاني من general equilibrium و parallel forces ان شاء الله الكلام ده هنكمله مع بعض لسه عندنا حلقة تانية باذن الله و نفكر ان شاء الله ان احنا نحاول نكافر كل اكبر جزء من المسائل في المنهج كله و ما تنساش طبعا نازم تبدأ تحل التحانات و ما تنسوش اكمالا نازم نذاكر كويس ان شاء الله عشان الفترة الجاية و ان شاء الله ربنا وفقكم واشوفكم على خير في حلقة جيدة ان شاء الله شكرا لكم